بالله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابطال السنوية العامة وحوش المذاكرة دلوقتي يا شباب احنا بناخد التست على الوحدة التامنة من كتاب المعاصر وده موجود عندك في صفحة 140 لصفحة 145 من كتاب المعاصر الترم الثاني 2023 السؤال الاول بيقول لحضرتك هو عنده وظيفة كسيكرتير He goes to the office بيروح المكتب 6 days a week 6 ايام في الأسبوع معنى كده ان ده بيداوم دوام كامل يبقى full time ولا part time ولا achievable يعني قابل للإنجاز والتحقيق ديجيتال رقمي الإجابة طبعا نبرت ايه full time وظيفة دوام كامل اتنين التلبس ده بريزينتر افهي اوشي اسبيكس نقط بيساعد المزيع او مقدم البرنامج لو هو تحدث throw out من خلال بيسيكلي اساسا بيرسونالي بشكل شخصي فلوينتري بطلاقة او بفصاحة طبعا بيساعده انه يتكلم بطلاقة تلاتة نقط معناها انك تتقدم بطلب رسمي عادة ما يكون مكتوب عشان وظيفة او مكان في الجامعة بيشارج دي يعني متهم تريس يعني يتتبع بي انتشارج يعني يكون مسئول ولا ابلاي يعني يتقدم بطلب طبعا الاجابة المردية تقدم بطلب رقم ثلاثة من الضروري ان انت نقط ربط او روابط بين السبب والنتيجة او السبب والتأثير طبعا كلمة لينكس هيجي معاها الفعل ميك ميك لينكس بتوين يعني يكون روابط او علاقات بين السبب الاسباب والنتائج خمسة لا تنتبه انتباه كبير او لا تعطي انتباه كبير للتفاصيل التافهة كلمة ترايفلينك تافه هير هنا مهم مهم يعني بلا قيمة يبقى الاجابة نمردية عديم القيمة او ليس له قيمة او بلا قيمة ستة 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 لك عارف في الشرح ان ريلي ديت حال والحال عايز بعد منه وصفها علشان يوصفها وبالتالي الحال بييجي يا اما علشان يوصف فعل يا اما بييجي قبل الصفة وبالتالي ديت اسم ولو كانت صحة كانت هتبقى وبعدين مش هيبقى قبلها حال وكلوساس وكلوسال قلنا معناها ضخمة او هائل او جسيم الايجابة نمرد بيه يعني كارثي سيكون كارثي فعلا لو الدنيا ممطرتش السنة دي كمان اي فاين تيشينج اويرث وايل نقط انا اجد ان التدريس ويرث وايل يعني جديرة او تستحق او مستحقة ويرث وايل تيم بلاير يعني لعب يوجيد اللعب في فريق او واحد يقدر يشتغل مع مجموعة انترفيور يعني مذيع او اللي بيعمل المقابلة الشخصية معاك كارير يعني مهنة جورناليزم يعني صحافة طبعا انا اجد ان التدريس مهنة جديرة بالاحترام او مهنة تستحق الاحترام تمانية ا او ام مؤط is a piece of writing قطعة مكتوبة in a newspaper في الجورنال that gives the editor تعطي المحرر او رئيس التحرير opinions تقدم رأي رئيس التحرير about something بخصوص حاجة rather than اكثر من انها reporting facts تعطي تقارير حقيقية او تبلغ بالاخبار مش خبرية ولكنها رأي الكاتب او رئيس التحرير follow up يعني متابعة ولا start up يعني انطلاقة impression يعني انطباع ولا editorial المقال الافتتاحي طبعا الاجابة نمردي editorial المقال الافتتاحي رقم تسعة نحن نقط بالضبط ماذا نفعل في هذه المواقف نخبر سوف نخبر نخبر او نخبر او يتم اخبارنا طبعا وي هنا فاعل مجابلوش مفعول مفيش هنا مفعول اذا مش موجود مفعول فهبني الجملة للمجهول لان احنا مش عارفين مين اللي بيخبر مين فهقول نحن نخبر مضارع بسيط مبدن مجهول نحن يتم اخبارنا او بيعرفونا يعني ايه اللي بنعمله في هذه المواقف رقم عشرة بيقول لحضرتك homework الواجب before you can watch tv قبل ان تستطيع ان تشاهد التلفزيون يبقى الواجب لازم يعمل ولا لازم يتعمل لازم ينهي ولا لازم يتنهي او ينهى طيب تعال احنا نشوف must be finish اللي هي يجب ان ينهي ولا must be finished يجب ان ينهى ولا have to be finished ولا have finished اولا مست بي finish ما تنفعش عشان المفروض تبقى تصريف ثالث ونمرض have finished يعني ده مضارع تام مش مبني للمجهول ولا حاجة طيب نيجي بقى على ايه على have to be finished ولا must be finished وهو من ناحية التركيب اللي اتنين صح have to be finished ديت قعدة الزام او ضرورة والزام خارجي ومبنية للمجهول have to وزائد بي زائد التصريف الثالث ومست زائد بي زائد التصريف الثالث اولا زي ما حضرتك شايف ان homework الواجب دي مفرد فلو كانت هتبقى صحة كانت half ديت هتبقى هاز وبالتالي مش هينفع اخدها يفضل لحضرتك الاجابة انها تكون number b اللي هي must be finished يجب ان ينهى في اه لو كنت عايز او قبل لما تستطيع ان انت تتفرج على التلفزيون 11 the children الاطفال to take to the park today الاطفال الى الحديقة اليوم are taking بيأخذوا طب بيأخذوا مين have taken اخذوا برضو اخذوا مين take كلهم مبنيين للمعلوم ما عنديش غير الاجابة نمر ال di are being taken الاطفال سيأخذه الى الحديقة اليوم 12 all of cars and buildings كثير من السيارات والمباني نقط from our classroom window من شباك الفصل بتاعنا كثير من السيارات والمباني can see تستطيع ان ترى ولا can be seen يمكن ان ترى كده مبنية للمجهول صح are seeing ترى مضارع مستمر are being seen ترى من الشباك بتاع الفصل انا عندي a و c غلط فاضل معايا can be seen و التانية اللي هي are being seen اولا ما ينفعش ااخد are being seen لان دوت مضارع مستمر حدث يقع الان معناها ان انا شايف ها دلوقتي وما بشوفهاش تاني يبقى ده غلط يبقى هاخد الاجابة المرد بي can be seen يمكنك رؤيتها او يمكن ان ترى او بالامكان رؤيتها من شباك الفصل 13 could this makes problem نقط هل يمكن هذه المسألة الرياضية المسألة الرياضية تحل ولا تتحل لا تتحل طب ما انت عندك كود فعل ناقص في اول السؤال يبقى انا عايز هنا بي زائد الباست بارتيسيبول يبقى الاجابة نمرت سي ها ب سولفد بي سولفد اسف يعني هل يمكن لهذه المسألة الرياضية ان تحل 14 هذه اللعب في كثير من المحلات نير هير بالقرب من هنا اللعب دي يا ترى طبعا اللعب جمع وما ينفعش تحط للفعل اس وما ينفعش تبقى مبنية للمعلوم اصلا لان اللعب ما بتبيعش اللعب بتتباع ولها في سولد ده مستقبل تام هتكون باعت يا ترى اللعب بتهتبيع ايه لما اذا كان هي بتتباع طيب نير هير بالقرب من هنا اربينج سولد بتتباع دلوقتي ومش بتتباعها تاني هتبقى عادة بقى اللعب دي بتتباع في محل قريب مننا ار سولد مضارع بسيط مبني للمجهود هات صفحة 141 هتلاقي الجملة رقم 15 مع حضرتك بيقولك فيها هي نقطة where to park the car when he gets there هو نقط اين يركن السيارة لما يوصل هناك يبقى he was told اخبرا will tell يخبر يا ترها يخبر مين هو هيخبر لان هو محدش هنا مفيش مفعول لي فلازم هو اللي يكون تقاله will be told سوف يخبر والله الكلام هيبقى مظبوطا ما نشوف told اخبرا يبقى انا عندي فيه اتنين مبنيين للمجهود was told وانا عندي will be told هو نقط where to park the car when he gets there عندما يصل هناك يبقى جتس دوت مضارع وان دي عندما رابط الرابط هنا مع مضارع يبقى الكلام هنا على مين على المستقبل يا ساعات الباشا يبقى ووز told ماضي بسيط غلط الاجابة هتبقى هو سيخبر اين يركن السيارة عندما يصل الى هناك 16 كمية الطاقة من الشمس على وقت النهار ووقت السنة فعلا انت على حسب لو انت في الشتاء او في الصيف الشمس بتبقى حرارتها مختلفة كمان بالنهار ولا بالليل الظهر ولا الصبح بدري ولا المغرب او قبل المغرب بساعة طبعا درجة حرارة الشمس بتختلف فهو ده اللي بيقول عليه كمية الطاقة في رمضة صن من الشمس على وقت النهار ووقت السنة طيب اولا فعل يعتمد على مش هيتبني للمجهول ثانيا ماينفعش اصلا اقول كمية الطاقة من الشمس تعتمد يبقى الانت مبنى للمجهول مبنى 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 للمجهول وكمان نيد وزائد بي زائد التصريف التالت مبنى للمجهول فيش غير الاجابة اللي هي كمية او مقدار الطاقة من الشمس يعتمد على الوقت من النهار وكمان الوقت من السنة تعال ما نشوف القطعة بعد كده على كاس العالم بيقولك طوله بس 36 سنتيمتر بس بالنسبة للمشجعين في جميع انحاء العالم يمثل اكبر انجاز في كرة القادم كل 4 سنين الفرق من جميع انحاء العالم تتنافس الجيزة بتاعة كاس العالم للفيفا الكاس الاصلي صنع بواسطة نحات فرنسي اسمه ابيلا فلير وكانوا مسميينه كاس جول ريمت تكريما للراجل اللي اسس اصلا الدوري او المطولة بتاعة كاس العالم تاني يبقى اول كاس عمل كان معمول بواسطة نحات فرنسي اسمه ابيلا فلير وكانوا مسميينه الكاس جول ريمت لان ريمت هو اللي اسس اصلا او عمل حاجة اسمها دوري كاس عالم تمام كده طيب افتر بعد ذلك تم تغيير الاسم الى كاس العالم واثناء الحرب العالمية التانية تم اخفاء وتخبئة الكاس دوت في صندوق احزية تحت السرير بتاعة الدكتور اوتورينو براسي اللي هو نائب الرئيس الايطالي للفيفا حلوة او هو نفسه جنسيته ايطالي وشغال نائب رئيس اتحاد الفيفا ليه مخبئة تحت السرير ليه في صندوق احزية علشان يمنعه يمنع الكاس من الوصول او علشان يحمي الكاس من وصول الى ايدين الجيش النازي بتاع هتلر بتاع المانيا 1966 وفي 1966 the cup was stolen يعني بعد الحد سرق في 1966 فعلا during a public showing اثناء عرض جماهيري of the trophy للكاس prior to the world cup tournament سابقا على احداث كأس العالم in England في انجلترا سنة 66 ماشيين بالكاس في موكب الكاس تسرق لكيلي ولحسن الحظ it was found a short time later لأيو بعده طب كويس الحمد لله يبقى دي اول سرقة لي في 1966 كان واشين بالكاس في موكب قبل احداث كاس العالم في انجلترا 1966 بعدها باربع سنين بعدها باربع سنين البرازيل فازت بملكية ابدية لكأس العالم للكأس الاصلي لانها فازت بالكاس لتالت مرة وانتو عارفين ان الدولة اللي بتفوز بالكاس تلت مرات بتستحوز عليه ملكية كاملة بس تقلب من البرازيل لسوق الحظ الكاس تسرق تاني مرة 1983 في 1983 يبقى كم مرة تسرق الكاس تسرق مرتين ولمرة دي ما لقيهوش معارفوش يجبوه لم يستعيدوا الكاس برازيليان فوتبول اتحاد كرة القدم البرازيلي لازم يتعمل لنسخة بديلة يعني نسخة تانية من الكاس اللي تسرق يتعمل كاس خاص به اتحاد البرازيل علشان تملكه ملكية كاملة وبعد ما البرازيل استحوزت استحواز كامل او انتلكت الكاس لازم يتعمل بقى كاس تاني يبقى استنى الكاس الاول اتحاول تتسرقته مرتين المرة الاولانية لقيهو كان في انجلترا والمرة التانية في البرازيل ما لقيهوش معارفوش يجبوه فالبرازيل لازم يتعمل لها كاس علشان تاخده ملكية خاصة لها طب بعد ما البرازيل استحوزت على الكاس لازم يتعمل نسخة كاس جديدة علشان تتقدم للي حيفوز بعد كده تم تصميمه المرة اللي صممه فنان ايطالي اسمه سالفيو جزانيجا 1974 في 1974 This trophy cannot be worn outright ما ينفعش يتفاز به مباشرة او يتخذ هو النسخة بطري مين بس لازم يفضل علشان ما يتقلب ويتسرق بس لازم يفضل فين في ملكية الفيفا يبقى اللي بياخده بياخده نسخة بديلة والفائز بكاس العالم يعني نسخة بديلة من الكاس مغلفة بالذهب وليست ذهب بدل ما تكون ذهب خالص زي الكاس الحقيقي مثل الاصلي واللي وزنه حوالي اصلا خمسة كيلو يعني ما شاء الله خمسة كيلو ذهب فلا قال لك خلاص النسخة الاصلي في الفيفا اللي حيفوز بالكاس هياخد نسخة مطلية او مغلفة بالذهب وليست النسخة الاصلي النسخة الاصلي عند الفيفا عشان ما يتسري طيب تعال للسؤال رقم 17 17 17 مع حضرتك بيقول بيقول لك بيقول لك بيقول لك نقدر نفهم من القطعة ان الفائزين بكاس العالم بياخدوا بس نسخة بديلة ليه السبب طبعا علشان نحمي الكاس الاصلي بدل ما يتسرق زي ما تسرق من البرازيل لجابة من التسي بروتيك داريل وان علشان نحمي النسخة الحقيقية او الاصلية تعال 19 دور لتكابوس ديزاين تصمم عبر تاريخه الطويل تم تصميمه كم مرة طبعا مرتين مرة الاولانية للنحات الفرنسي والمرة التانية الفنان الايطالي طبعا هم اضطروا يصمموه تاني علشان خاطر فيه نسخة اخدتها البرازيل وفضلت عندها بقى على طول وبالتالي لازم يتعمل نسخة جديدة فكده تصمم مرتين وفي نفس الوقت تسرق مرتين برضو مرة استعدوه ومرة معرفوش يستعدوه خالص هات يا باشا الجملة رقم عشرين بيقولك which of the following sentences ايا من الجمل التالية تلخص الفقرة الثالثة تعال اما نشوف الفقرة الثالثة كانت بدي تتكلم عن ايه ادي فقرة ادي اتنين ادي تلاتة اللي هي بتتكلم عن سرقة الكاس مرتين مرة يتسرق في ستة وستين في انجلترا ومرة تسرق في تلاتة وتمانين وما رجعش تاني يبقى الفقرة التالتة بتتكلم عن سرقة الكاس مرتين الاجابة نمرت the cup was stolen twice وقاتك جملة رقم واحد وعشرين بيقولك not was the founder of the world cup tournament مين هو المؤسس بتاع الدوري او بتاع بطولة كاس العالم واحد اسمه Jules Rimet الاجابة نمرت بي طيب تعال على 22 by 2050 بحلول 2050 the trophy may be ممكن يكون انت الراجل ما جابش سيرة الكلام ده بس تعال اما نتنبأ طبعا الفين وخمسين واحنا في 2022 ولا 23 دلوقتي بيقولك في 2050 ان شاء الله منتظر او ممكن او ربما يكون الكاس ده وودن خشب جولدن دهب طب ما هو دهب اصلا silver فضع الاجابة الاجابة طبعا انه هيبقى ديجيتال بقى تاخدها كده بالسنس بالحب انتو خدتوا الكاس خلاص ديجيتال يعني ايه ديجيتال خلاص الدنيا ما هتتحول تكنولوجيا وعصور متقدمة والناس هتعيش على المريخ يبقى الكاس بعد كده يبقى رقمي تاخدوا كده يعني انت خدت الكاس وخلاص من غير ما تاخدوا ده جولد بليتد تروفي يعني جولد بليتد تروفي الكاس المطلي بالدهب اكتر من دك سولد يعني مصمط يعني صلب يعني كتلة يعني سبيكة وبالتالي السبيكة النسخة هتبقى اخف من السبيكة الصلبة المطلية مش مطلية ده من الدهب الخالص هيفير اتقل لايتر اخف طولر اطول شورتر اقصر هي من ناحية الطول والأسر هي نفس الطول ونفس الأسر ونفس التصميم بالذات بس طبعا مطلية بالدهب مش من الدهب الخالص وبالتالي هتبقى اخف اللي جاب نمريد بي تعال بعد كده على الجملة رقم 24 الكاتب بيعتقد ان كأس العالم مقط ايه بقى اهتمام لكل الناس هو المنتج من منتجات كرة القدم الأمنية الشعبية في الرياضة اكبر إنجاز كاراوي طبعا هو أكبر إنجاز اللي جا في النص جاب نمريد دي إن هو أعلى إنجاز ممكن أن يتم تحقيقه في كرة القدم تعال القطعة التانية برضو قطعة تكون كويسة بيقول لك تخيل نفسك وانت بتعوم من خلال أمواج المحيط النقية والأمواج المتجددة يعني رائع حيوان مما قبل التاريخ حيوان رائع طعوم جنب منه في الماء من الناس كتير جدا بتتمنى مجرد إنها تعمل كده لما بيكونوا بيغوصوا بجنب الشواطئ بتاعة الجزر الاستوائية وعلى جنب منه حيث السلاحة في الخضراء البحرية تصنع بيتها فين ده هاوايان سي تيرتل سلحفة هواي البحرية is a symbol of peace هي رمز للسلام and good luck والحظ السعيد to the Hawaiian people إلى أهل جزر هواي out of respect وعلشان هما بيحترموها for this ancient creature لهذا المخلوق القديم lose القوانين have been enacted تم وضعها محل التفعيل أو تم تفعيلها to protect them علشان تحمي السلاحف دي it's illegal غير قانوني to touch إنك بس مجرد تلمس or harass تزعج ذم هذه السلاحف green sea turtles السلحفة البحرية الخضراء have smooth shells لها صدفة نعمة جدا with shades of black, brown, grey, green or yellow وعليها ظلال من الألوان السوداء أو البنية أو الرصاصي أو الخضراء أو الصفرة يبقى الظهرها أو الصدفة اللي على ظهرها نعمة جدا وعليها ظلال كده عليها نقشات عليها رسومات من لون أسود أو بني أو رصاصي أو أخضر أو أصفر ده soft bottom shell القاع بقى الناعم بتاع الصادفة ده زيلو شوية يعني أبيض مصفر كده so why are they cold green طب لما هي لونها مش أخضر بقى يعني أصف أبيض مصفر وبني ورصاصي يعني ممكن تلاقي أخضر ما تلاقيش شمال مسميينها الخضراء ليه طيب The largest of all hard-shelled sea turtles green sea turtles feed exclusively on plants عرفت بقى مسميينها خضراء ليه لأنها من أكثر الحيوانات اللي مغطة بالأصدف في البحر اللي بتاكل نباتات غذائها نباتات Such as مثلها Seaweed الأعشاب البحرية and algae أو الطحالب scientists believe their diet contributes to their green fat والعلماء بيعتقدوا أن الغذاء اللي لونه أخضر أو اللي دايماً الخضراء اللي بتاكلها هي اللي بتساهم في الدهون الخضراء اللي بتطلع منها دهون خضراء For which they are named علشان كده متسمية الاسم ده يبقى متسمية الاسم ده لأنها بتاكل خضروات أو بتاكل حاجات من الخضار البحرية حاجات خضراء بالإضافة لأن الدهون اللي بتطلع منها كمان لونها أخضر نتيجة الأكل اللي بتاكله they are the only herbivorous marine turtle تعتبر السلحفة البحرية الوحيدة اللي herbivorous herbivorous يعني بتتغذى على الأعشاب Habitats of green sea turtles المسكن أو المقوى أو المكان اللي بتسكن في السلاحف البحرية الخضرة include nesting beaches يتضمن برضو شواطئ فيها أعشاش ما انتعارفين أن السلاحف أصلاً بتطلع من البحر عشان تبيض فين تبيض في الشواطئ وبالتالي الهابيتات بتاعها من ضمن أنها عايشة في البحر أنها كمان لها أعشاش على الشواطئ The open ocean وبرضو الوطن بتاعها أو المسكن بتاعها المحيط المفتوح and coastal areas والمناطق السلق الساحلية for feeding من أجل التغذية يبقى المسكن بتاعها عبارة عن الشاطئ اللي بتبيض فيه وكمان البحر المفتوح أو المحيط العميق بالإضافة إلى المناطق اللي هي ضحلة من الميا أو مناطق ساحلية في الميا علشان تاكل females return to the same beaches الإناث من هذه السلاحف تعود إلى نفس الشواطئ where they were born حيث ولدت to laser eggs علشان تضع البيض بتاعها hatchlings swim hatchlings يعني الفاقسات يعني اللي طالعين من البيضة hatchlings اللي هي السلاحف الصغيرة اللي لسه طالعة من البيضة اللي لسه فأسس swim to offshore areas تبدأ تعوم إلى المناطق البعيدة عن الشاطئ for feeding علشان تاكل for several years لسنوات عديدة once they reach a certain age وأول ما يوصلوا إلى عمر معين أو محدد they return to coastal areas يبدأوا يرجعوا تاني إلى المناطق الساحلية to live as adult sea turtles علشان يعيشوا كسلاحف بحرية بالغة علشان تبقى وريبة من الرمل ولما تبيض تطلع تبيض في الرمل green sea turtles السلاحة في البحرية الخضراء are not overly fearful of people مش over في أن هي خايفة بتخاف من الناس ما بتخافش من الناس بزيادة زي بقية الحيوانات البحرية although they can swim up to 35 miles per hour بالرغم أنها تقدر تعوم بسرعة 35 ميل في الساعة to escape received danger علشان تهرب من الخطر المتوقع they are endangered in many areas يبقى أنا بقول لك أنا في الجملة دي أن السلاحة في البحرية ما بتخافش من البشر كتير بالرغم أنها تقدر أنها تعوم بسرعة 35 ميل في الساعة يعني أسرع من أي بني آدم علشان تهرب من الخطر they are endangered in many areas ومعرضة للخطر بعد كده بقى المشكلة أنا مش معرضة خطر من الإنسان مشكلة حاجات تانية endangered in many areas معرضة للخطر في مناطق كثيرة of the world من العالم due to the harvesting of eggs بسبب الحصاد بتاع البيض بياخدوا الناس بياخدوا البيض بتاعها and adult turtles وبيصطادوا سلاحف البالغة ده مش في الهواي فهواي عاملين قوانين علشان خطر يخلوا الناس تبعد عن السلاحف دي وما تأذيهاش أما في مناطق تانية ما عندهاش القوانين دي بيصطادوا السلاحف وبياخدوا البيض بتاعها turtles also face the danger of becoming accidentally trapped وممكن كمان حتى في بعض الدول اللي بتحرم صيدها لكن ممكن السلاحف تيجي بالصدفة becoming accidentally trapped in gillnets ان هي يتم استياضها في الشبكات الصيادين and other fishing gear والماكينات اللي بتصطاد السمك أصلا they are subject to a disease وممكن تكون برضو معرضة subject هنا معناها معرضة to a disease لمرض that causes tumors يسبب التهابات that interfere with the animals swimming vision يتعارض بقى يعمل مشكلة في السباحة بتاعت الحيوان ورؤية بتاعت الحيوان وبالثالث موتها يبقى الحكاية بقى مش حكاية صيده بس يبقى في المناطق اللي ما فاش قوانين فيه صيد فيه غلطات انها ممكن تيجي في الشبكة بتاعت الصياد بقى بظروفها وهو رمي الشبكة عشان يصطاد سمك فتطلع له سلاحف كمان انها معرضة لتومرز التهابات او امراض تخليها مصابة بمشاكل في النظر وفي تعرض السباحة بتاعتها للخطر ما تخليهاش تعرف تعوق فيدينج اند ابيلتي وكمان تعرضها المشاكل في الغزة اند ابيلتي تو اسكيب وقدرتها على الهرب فروم بريديتورز من الحيوانات الصيادة من الصيادين انجوينج ريسيرش البحث المستمر اند ليجسليشن والتشريع سيك تو انشور بيحاولوا انهم او بيسعوا الى انشور ضمان ذات جرين سي تيرتلز ان السلاح في البحراء الخضراء والريمين سوف تبقى part of the tropical ecosystem انها تفضل جزء من النظام البيئي الاستوائي فورمينيرس توقم لسنوات طويلة قادمة قطعة دسمة وتقيلة والترجمة بتاعتها جمدة جدا يا جدعان سؤال 25 بيقولك what is the main idea of the second paragraph ايه هي الفكرة الرئيسية للفقرة التانية اطلع للفقرة التانية حتلاقيها بتتكلم عن ان جريس جرين سي تيرتلز ار اندينجرد معرضة للخطر على اساس ان هم بيشرعوا القوانين علشان خاطر يحموها وبيخلوا الناس ما تقرب لهاش ولا تضايقها 26 which of the following is not an example of a threat to جرين سي تيرتلز مين في دول ليس مثال على التهديد للسلاحف الخضراء والله احنا اخدنا كزا نوع تهديد من القطعة بيقولك مين في دول مش تهديد ليها نمرة a they can swim up to 35 miles per hour to escape perceived danger ان هي تقدر تعوم بسرعة 35 ميل في الساعة علشان تهرب من الخطر المتوقع اه طبعا هي دي الايجاب الناس بتصطد بيض السلاحف they can become trapped in gel nets ممكن ان هي تقع في الشبكات بتاع الصيادين they are subject to disease انها معرضة لبعض الامراض يبقى الايجابة امرت ايه فعلا هي اللي صح؟ ان ديت مش مثال على تهديد او ليست مثال على التهديد للسلاحف البحرية الخضراء 27 بيقولك فيها the green turtles السلاحف الخضراء were given their name as ادوها الاسم دوت ليه علشان لونها اخضر ولا علشان ايه their main food اهي علشان طعامهم الاصلي او الرئيسي is plant sea weed and algae which contribute to their green fat اللي بيخلي الدهون بتاعتها لونها اخضر 28 the disease the green turtles suffer from causes ممكن الامراض اللي بتعاني منها السلاحف بيسبب ايه gel nets ramers ولا predators ولا tumers طبعا تيومرز التهابات او مشاكل اه في الجسم بتاع السلحفة يخليها يعمل لها مشاكل في النظر ويعمل لها مشاكل في الحركة بتاعتها 29 the last paragraph of the passage is الفقرة الاخيرة من القطعة بتتكلم عن ايه؟ طبعا بتتكلم عن ان ان انفتيشن دعوة for search للبحث to protect turtles علشان حماية السلاحف بيقولك ان هما بيحاولوا ان هما بيقولك ان القوانين بتتعمل وكمان بيحاولوا يعملوا ابحاث علشان خاطر يحموا السلاحف دي وتفضل جزء من النظام البيئي الاستواء 30 which pair of words from the text best describes the author's opinion of green sea turtles ايا من زوجي الكلمات كل واحد عندك فيها كلمتين اي كلمتين من دول افضل وصف مستخدمه الكاتب علشان يعبر عن رأيه في السلاحف البحري شوف كده معايا هتطلع الاجابة بتاعتك ايه؟ هتطلع graceful رائعة و respected وفي نفس الوقت بتخترم بسبب سن القوانين اه وبرضه انا شايف ان tropical استوائي و endangered معرض للخطر تنفع بس في مشكلة انها مش موجودة tropical بس يعني موجودة في عدة مناطق من العالم ولكن الافضل هنا ان الراجل بيقول عليها graceful بمعنى انها مجيدة او ان هي رائعة بالاضافة لان هي respected بتحترم بوسطة القوانين مسألة tropical انها استوائية و endangered معرضة للخطر اهم بيحاولوا يحموها وان هي فعلا معرضة للخطر بس يكونها استوائية هي معرضة موجودة في كذا مكان في العالم 31 the green sea turtles are السلاحف البحرية الخضراء مالها ايه بقى الاجابة نمرت بي هي الاضخم من ناحية الحجم من كل ايه الحيوانات اللي ليها اصداف صلبة او المخلوقات اللي ليها اصداف صلبة اخر سؤال في القطعة السؤال رقم اثنين وتلاتين بيتكلم مع حضرتك على اه السؤال هاو ار جرين تيرتلز بروتيكتد كيف فيتم حمايتها طبعا حمايتها بالقوانين الاجابة نمرت ايه تم سن او تم صنع القوانين علشان تحميها تلاتة وتلاتين بيقولك ترجمة foods that contain vitamins or vitamins ان صح are often called protective foods الاطعمة التي تحتوي فيتامينات غالبا بنسميها اطعمة وقائية وقائية علشان بتحمينا because they protect us from many deadly diseases لانها بتحمينا من كثير من الامراض المميتة تلاقي الاجابة دية هي الاجابة الف اللي هي الاطعمة التي تحتوي على فيتامينات غالبا ما تسمى اطعمة وقائية لانها تحمينا من كثير من الامراض القاتلة بعد كده بيقولك تتكون هو بيقول تحتوي قد تتضمن ممكن وقد تحتوي برضو ممكن هو بيقولك قد قد مش عايزين قد هو ما جابش ما جابش حاجة فيها احتمالية اربعة وتلاتين choosing the right job اختيار الوظيفة الصحيحة is important for you مهم بالنسبة لك because you need لان حضرتك محتاج to enjoy ان انت تستمتع your work عملك and do it properly وتقوم به بشكل مناسب طبعا الاجابة هتبقى به ان اختيار الوظيفة المناسبة مهم لك لانك تحتاج ان تستمتع بعملك وتؤديه بشكل مناسب تعالى على الجملة رقم 35 قامت الحكومة في الفترة الاخيرة ببناء العديد من المدن الجديدة كحل للكثير من المشكلات الاجتماعي يعني هي الحكومة قامت بذلك وبعدين في الفترة الاخيرة يعني بيتكلم بقى انها ليتلي او ريسنتلي فالمفروض انه يعملها مضارع تام وبالتالي الاجابة واضحة جدا قدام حضرتك مش محتاجة انك تدور عليها لان كل الاجابات الحكومة بنيت بتبني مضارع مستمر بتبني برضو ماضي مستمر اجابة امرت ايه علشان الحكومة كحل لكثير من المشاكل الاجتماعية او المشكلات الاجتماعية هات الجملة رقم 36 بيقولك تعاني مجتمعاتنا من نقص واحيانا غياب لبعض القيم والمبادئ التي لطالما كانت موجودة في تعاملاتنا وتربينا عليه فعلا المجتمعات عندنا بتعاني من نقص في الموضوع دوت في قيم بدأت تغيب ومبادئ بدأت تغيب لان دي حاجات كنا متربين عليها احنا الكبار زمان ودلوقتي بنلاقيها انها بتخف وتختفي من المجتمع طيب الاجابة بتاعت حضرتك هتقول لك ايه بقى اوار سوسياتيز المجتمعات بتاعتنا نمريتسي صفر فروم تعاني من الاك نقص and sometimes the absence واحيانا الغياب of some values لبعض القيم and principles والمبادئ which have been used التي كانت تستخدم in our treatments في تعاملاتنا and we were raised on them وتربينا عليها الاجابة الامريتسي تعالى على اسئلة المهارات 37 بيقول لحضرتك which of the following ايا مما يأتي sentences الجمل الاتية can complete يمكن ان تكمل this part of an essay هذا الجزء من المقالة about the merits and the merits of technology عن مميزات وعيوب التكنولوجيا يبقى الراجل عايز يكمل البراجراف دوت بجملة للحاجات الخمس سطور او الست سطور اللي قدامك دول عن مميزات وعيوب التكنولوجيا طيب هنجيبها ازاي نجيبها ان احنا نقرأ المكتوب دوت ونشوف خلي بالك ان الراجل عايز عن مميزات وعيوب بيقول لك to keep based with the recent changes all over the world عشان نواكب التطورات والتغيرات في الجميع عن حق العالم the use of modern technologies استخدام التكنولوجيا الحديثة in different fields في مجالات مختلفة of life للحياة از امست نواديز هو شيء ضروري هذه الايام هايفر ومع ذلك you must take into consideration لازم نضع في الاعتبار ده التكنولوجي has both positive and negative aspects ان ليها كلا الجانبين الجانب الايجابي والجانب السلبي technology is the outcome of scientists efforts التكنولوجيا هي ناتج مجهود العلماء and research والبحث بتاعهم on the one hand من ناحية it has improved the quality of our lives حسنت جودة الحياة يبقى انا لغاية دلوقتي بقول مميزات اهون انها حسنت جودة الحياة دور بقى على حاجة تديلك عيب علشان ابقى جيبت مميزات وعيوب هتبقى الاجابة نمرت بي on the other hand من ناحية اخرى it has the potential to waste our time لها الاحتمالية انها تضيع وقتنا endemic as lazy وتخلينا كاسلامين جدا تمام تمانية وتلاتين what mustn't be included in a cv ايه الشيء اللي لا يجب انك تحطه لي في cv حضرتك لما بتكتب cv بتاعتك او السيرة الذاتية بتاعتك علشان تجيب شغل لازم تكتب فيها work experience خبرتك العملية contact information تسيب لي معلومات للتواصل بيك رقم تليفونك وعنوانك وايميلك بعد كده personal information معلومات شخصية معلومات شخصية يعني ايه معلومات شخصية يعني حاجة خاصة بيك اقول له معلومات شخصية في cv ليه اقول له مثلا ان انا عندي صبع بيوجعني ليه اقول له ليه مثلا ان انا بصحة متأخر هو ماله education and skills التنهارات والتعليم بتاعك والشهادات اللي انت اخدتها يبقى الحاجة اللي مش مفروض تتحط في cv personal information المعلومات الخاصة والشخصية بالبني ادم وبيته واهله مالوش دعوة بيها في السيبين انت رايح الراجل رايح تشتغل مش رايح تتجوز 39 which of the following is punctuated correct مين في اللي جاي دوت هو مترقم ترقين صحيح تعالا ما نشوف اول واحدة you have كده مفيش ابوستروفي بقى دي مع السلامة طيب يبقى الاجابة you have to improve your english لازم تحسن الانجليز بتاعك وبعدين حط نقطتين فوق بعض النقطتين فوق بعض دول بدل ما يقول because لان it's widely spoken language لانه لغة تتحدث على نطق واسع دي غلط ودي غلط عشان ما حط الشرطة ليه لان widely spoken دي عبارة عن ظرف محطوط له تصريف ثالث علشان يعمل صفة جايب ظرف وحطط له تصريف ثالث علشان يعمل منه adjective صفة وبالتالي لازم يتحط بانه مشارطة بالشكل اللي حضرتك شايف ويبقى الاجابة ان مرد بيه هي اللي معمولة ترقيم صح 40 what goes into the from field in an email لما بتكتب ايميل بيبقى في مكتوب خانة كده from من وعمل قدامها مستطيل فوضي حضرتك بتكتب ايه في الخانة بتاعت from طبعا بتكتب اسمك انت اللي بعت الايميل اللي بيتحط في الخانة بتاعت from اسمك او ايميلك انت علشان بعد كده الخانة بتاعته اللي هي الى يكتب فيها اسم صاحبك او ايميل صاحبك يبقى الاجابة بكتب your name اسمك ولا your email address بتكتب فيها اسمك ولا عنوان بريدك الالكتروني ولا اسم الشخص ولا ايميل الشخص طبعا انت بتكتب فيها اسمك طب ليه مش هكتب عنوان بريد الالكتروني لان هو الكمبيوتر بتبقى by default بالبرمجة بتاعته اللي معمولة فيه ان هو بيبقى عارف ايميلك ايه فانت بتكتب اسمك انت ما بتكتبش الايميل ادرس لان الكمبيوتر طبيعي ديبقى عارف الايميل ادرس اللي طالع منه الايميل ايه وبالتالي انت بتكتب فيها اسمك مش ايميلك الخانة التانية بتاعت لو برضو انت باعت قبل كده لصديقك دوت والكمبيوتر عارف ايميله فبرضو بتكتب في اسمه لو لسه اول مرة تبعت هتبقى انت كاتب في الايميل بتاع صديقك اللي انت باعته له وبعد كده الكمبيوتر بيبقى عارف الايميل ده ومسجله عنده فبتبقى بعد كده على طول بتكتبه اسم بس وبكده نكون وصلنا الى نهاية الامتحان بتاع الوحدة التامنة وخلصنا الوحدة التامنة على خير وجايل لكم على طول في الوحدة التاسعة ما تنساش لايك وشير وصبسكرايب ودعوه حلو من قلبك الرجل يا طيب وشوفك على خير قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته